الأخ صاحب السمو الملكي رئيس القمة الإخوة العقادة إننا جميعاً أمام لحظة تاريخية وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته من أجل إرساء قواعد السلام والأمن والاستقرار للجميع في منطقتنا وحتى لا تتجدد دوامة العنف مرة أخرى فإننا نؤكد على ما يلي أولاً نطالب مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته لوقف هذا العدوان الغاشم على شعبنا وعلى الفور وتأمين إدخال المواد الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة ومنع تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والضبفة الغربية وهو أمر ما نرفضه قطعياً ثانياً لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية بعد أن فشلت جميعها وبعد أن قامت سلطات الاحتلال بتقويض حل الدولتين واستبدالها بتعميق الاستيطان وسياسات الضم والتطهير العرقي والتمييز العنصري في الضفة والقدس وحصار قطاع غزة وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية وسنواصل صمودنا في أرضنا ولن نساوم على حقوق شعبنا المشروعة ثالثاً التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ويجب أن يكون الحل السياسي شاملاً لكامل أرض دولة فلسطين بما يشمل الضفة والقدس وغزة ونرفض القرصنة الإسرائيلية على أموالنا التي نرسلها شهرياً لقطاع غزة الذي لم نتخلى عنه يوماً واحداً وقد بلغ إجمال الموازنة التي أنفقناها في قطاع غزة منذ أحداث 2007 أكثر من 20 مليار دولار وهذا واجبنا وهذا واجبنا تجاه أبناء شعبنا لضمان تزويدهم بخدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه ورواتب الموظفين والضمان الاجتماعي رابعاً نطالب مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة وعقد مؤتمر الدولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وهذا ما طالبنا به مراراً وتكراراً ولكن مع الأسف الشديد نترك وحدنا أمام العدوان الإسرائيلي نريد حماية دولية واعتماد خطة لتنفيذ سياسي مستند للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الأممي مئة أربعة وكسعين وذلك بضمانات دولية وجدول زمني ترجمة نانسي قنقر شكرا